الرديل تسعين تسعين هواها مصر سألوا 200 ألف سيدة من 200 دولة حول العالم عن أكتر مسببات السعادة بالنسبة لهم جات الإجابة بعيدة حبتين عن توقعاتكم يعني لا قالوا العيال ولا الراجل ولا الأمان ولا راحة البال ولا كل الكلام الحموصي اللطيف ده 74% منهم يا مؤمنين قالوا سبب سعادتنا الشوكولاتة أو النعمة زي ما بقول لكم كده الشوكولاتة أيها الشوكولاتة الله الستات شافوا إن الشوكولاتة بتسبب لهم السعادة أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا العلم كمان أكد كلامهم الحقيقة قال لك يا سيدي الشوكولاتة بتحفز إفراز السيترونين في الدماغ ودي مادة طبيعية بتعدل الحالة المزاجية وتخلي مزاج النفر عنب والنبي لأ وبيستخدموا المادة دي في أغلب أدوية الاكتئاب ده غير بقى الكافيين اللي موجود كمان في الشوكولاتة بشكل طبيعي والكل عارف أثار الكافيين في الشعشعة والصهللة غير الفوائد الصحية بقى كمان اللي فيها أيوة الله ليها فوائد صحية والله عزيم زي ما بقول لكم كده بتحفز على مستوى ضغط الدم والأنواع الدارك منها بقى مليانة كمان مضادات أكسادة وبتنق الجسم من السموم خد بقى الزغلولة الكبيرة بقى اكتوشف حديثاً إن في الشوكولاتة مادة قريبة الشبه من تركيب الأفيون لا استنوا يعني مش هتترموا على الأرض وتتشنجوا بقى وتمسكوا درعاتكم وانتوا بتتهرشوا عشان باكوا كورونا يعني بشويش شوية الموضوع أبسط من كده قالك التركيب المشابه لتركيب الأفيون ده بيدي إحساس بسيط من البهجة القريبة من لوعة الحب وإحساس العشاق وجل 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 ايوة بقى هو ده الحل بلى جواز بلى سهوكة بلى تليفونات نص الليل بلى مسجات ورده ده بديب شوكولاتك في شنتتك قطمتك في بقيتك واللي يقولك بحبك شوهي المشكلة بقى في اللي بعد كده ليه طه ما احنا كنا ماشيين حلوة هو زي ما بقولك كده قالك يا سيدي الفضيلة بين الإفراط والتفريط لما تتدرمخ في الشوكولاتة بتتحول مضادات الاكتئاب ومسببات السعادة ومشابهات الأفيون ومضادات الأجسدة وكل اللي تفضي لشكل من أشكال الإدمان وزي كل أنواع الإدمان كل ما تغرق زيادة كل ما تطلب منك كميات أكتر يعني دهون تترقم بكميات مهولة وسمنة مفرطة وأمراض قلب بقى والشرايين وسكر وبلوي ملهاش آخر ولو بطلت تعاني أعراض الانسحاب اللي بتتمثل في الاكتئاب بأنواعه اللي وصل بالبعض للانتحار أيوة كل دم الشوكولاتة لدرجة إن شركات الشوكولاتة الكبيرة لازم يكون عندها زواقة للأنواع الجديدة بيدي رأيه في الشوكولاتة يقبلها أو يرفضها شغلانة لزو النبي فيه كمية بقى قيود على الشغلانة دي الرهيبة ليه يا أختي هو حد لاقي؟ قال لك يا سيدي علشان ما يحصلش للزواقة نفسه إدمان ولا يتأثر بالعوامل السلبية الخاصة بالشوكولاتة أم بيشغلهوش أكتر من يومين أسبوعيا وعدد ساعات ما يزيدش عن ثلاث ساعات في اليوم وبمرتب خيالي لأنه ممنوع يشتغل أكتر من سنة واحدة في حياته كلها وبالتالي المرتب لازم يأمن له الباقي كله من حياته شوف بقى تشتغل يومين في الأسبوع ثلاث ساعات بس كل يوم تاكل فيهم حتة الشوكولاتة لمدة سنة وتاخد مرتب يأمن لك باقي حياتك لزللوز أخو ده اللي أمه مقامتش من عس الجدل اللي تلقدروا هي بتدعيله بصوا الكلام ده كله عشان هدف واحد بس محدش بيشتري السعادة ولا بيدحك على روحه بمسببات وهمية لها ممكن نتحال عليها ممكن نحاورها نطلبها من سكة طويلة شوية بس في الآخر ماينفعش نشتغلها هي كده صعبة بس حلوتها في صعوبة منالها رزيلة عشان كده لما بتيجي بيبقالها شوقة وبنحسها قوي اسعوا ورا السعادة اللي بجد وقوعوا من السعادة المزيفة من الممكن تأتي بيش عشانك خلفي متالي مادرا